السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا لكم من جديد وحلقة خامسة من برنامج الموديال مع جويلس واليوم حلقتنا مع مجموعة نار مع المجموعة الوحيدة من بين كل المجموعات اللي فيها منتخبين سبق لهما وانتوا وجاء بلقب كأس العالم المجموعة الخامسة واللي بتضم اسبانيا ألمانيا اليابان وكوستاريكا بس قبل ما نبلش وزي ما عورناكم هيك معلومة على السريع هل تعلم عزيزي المتابع انه كأس العالم لما بلش 1930 فقد شارك في أول نسخة 13 منتخب وزاد العدد في النسخة الثانية بال34 لل16 منتخب ورجعوا ل14 منتخب في النسخة اللي بعدها بال38 و13 منتخب في نسخة الخمسين و16 في النسخة اللي بعدها 54 وضلوا على العدد هاض لحتى منديال 82 وزادوا ل24 منتخب لحتى منديال 98 اللي لأول مرة صار فيه 32 منتخب كما هو العدد الرسمي لمنتخبات البطولة الحالية وهي النسخة الأخيرة اللي راح يكون فيها هذا العدد لأنه النسخة الجاي في ثلاث دول كندا والمكسيك وأمريكا راح يكون حاضر 48 منتخب من وجهة نظري بشوف انه البطولة راح تقل متعتها مع زيادة العدد والحكي انه يكون 16 مجموعة وكل مجموعة فيها ثلاث منتخبات بس هي فرصة كبيرة لمتخبنا الوطني النشامة انهم يتأهلوا للمرة الأولى في التاريخ وبنبلش حلقتنا اليوم مع خصم النشامة خصم النشامة نعم نعم هو المنتخب الإسباني اللي راح يلعب معنا على الساد عمان الدولي مساء الخميس 17-11 في مبرودية أخيرة إله قبل التوجه إلى قطر لبدء المونديال كما حط استعدادية أخيرة لرجال المدرب لويس أنريكي وللأسف يا أنريكي إنك اخترت المنتخب الخطأ لأنه راح تتذوقوا هزيمة مرة من رفاق شرارة والتعمري وبقية الشباب الطيبة دهور الإسباني اللي سبقوا إن حصلوا على لقب كأس العالم سنة الألفين وعشرة للمرة الأولى والأخيرة في حياتهم وبقدم المدرب لويس أنريكي اللي مكنهم من التأهل للمونديال للمرة 16 في تاريخ المنتخب بهاي البطولة وطبعا بعد ما عملوا شغل مرتب في التصفيات حيث إنهم تصدروا المجموعة بست انتصارات وتعادل وهزيمة غير إنه إسبانيا تاريخيا عندها ثلاث ألقاب لليورو فهل هاي الأمور بتشفى على الجيل الشاب لإسبانيا بينهم يعملوا إنجازات بالبطولة الحالية؟ إنه لمن المنتظرين وبنروح للمنتخب الثاني في المجموعة والحديث عن الماكينات أو المانشفت إنه هو منتخب ألمانيا يا سادع وطبعا هو الثاني أكثر المنتخبات قصولا عن المونديال بيوقع أربع بطولات بالتساوي مع إيطاليا وثاني أكثر فريق لعبا بالمونديال بعد 19 مرة يعني بس غاب نسختين فقط وآخر لقب حصلوا عليه بالبرازيل بال2014 وهو لا أخفيكم من أكثر المنتخبات المكروهة بالنسبة لي لكن لنعطي كل في حق الحق ألمانيا دائما ما تكون مرشحة للفوس بأي بطولة بتحضر لها مهما كانت الأسماء اللي فيها علما بأن ألمانيا توجد ثلاث مرات أيضا بلقب اليورو وبالعودة لطريقة الفريق الألماني فقد سيطر لعب المدرب هانزي فليك على المجموعة في التصفيات الأوروبية طولا وعرضا من عشر مبريات فازوا في تسعة وخسروا مرة كانت مفاجئة من مقدونيا الشمالية على أرض ألمانيا واللي بعدين مقدونيا الله يسامحها طلعت إيطاليا من الملحق وبرضو على أرض إيطاليا وما تأهلت يعني بس نكدت هيك على مشجعين إيطاليا من دون أي فائلة إلها ألمانيا مش ناوية على خير بعدما طلعت من الدور الأول في النسخة الماضية وبتمتلك أسماء قادرة على الذهاب بعيدا في البطولة وفرصتها لحظ اللقب مش صعبة في ظل وجود أسماء مميزة في الفريق يا لها من مجموعة يا ناس وثالثا في هاي المجموعة معنا أكثر المنتخبات تطورا في التاريخ إنه المنتخب الياباني اللي بمثلنا جميعا كأسيويين أفضل تمثيل دائما في هيك بطولات وهو أمامه مهمة صعبة صعبة للتأهل للدور الثاني في البطولة في ظل وجود عملاقين معه بنفس المجموعة لكن الساموراي عودنا دائما إنه لا يخشى أحد ومباراة بلجيكا في ثم النهائي النسخة الماضية خير دليل على ذلك اليابان مع المدرب هاجيمي مورياسو تمكنوا من التأهل للنهائية العالمية بعد ما احتلوا وصافة مجموعتهم برصيد 22 نقطة من 7 فوز وتعادل وخسارتين وطبعا شمس اليابان لم تغب عن أي منديال من أول مشاركة يشاركوا فيها ببطولة 98 لغاية اللحظة يعني إلهم خبرة في البطولة من خلال 6 مشاركات سابقة وطبعا دائما اليابانيين مختلفين عن أي شعب وبلد في العالم بتطوروا باستمرار وبعملوا كثير لحتى يثبتوا أفضليتهم على بقية دول العالم أي نعم ثلاث مرات سبق إلهم وتأهلوا للدور الثاني لكنهم بيهدفوا أيضا لتخطي هذا الرقم من خلال هذه الدورة تخيل؟ وأخيرا والحديث عن المنتخب الكوستاريكي اللي بيشارك للمرة السادسة في المنديال وطبعا أفضل مشاركة إلو كانت في 2014 وبنذكر جميعنا كيف تأهلوا عن أصعب مجموعة متصدرين على حسن إيطاليا، إنجلترا، الأرقواي وبعدين وصلوا للربع النهائي وادعوا بركلات الترجيح متخب كوستاريكا اللي يلقب بلاسيلي أو لوستيكوس بدربه من المدرب الكولومبي لويس فرناندو سواريز احتلوا المركز الرابع في التصفية عن قارة أمريكا الشمالية والبحر الكريبي المركز المؤهل للملحق العالمي ولعبوا في قطر مع نيوزلندا تمكنوا من خطف بطاقة التأهل بنفوز عليهم واحد صفر علمنا بأن المنتخب الكوستاريكي ثاني أكثر المنتخبات تتويجا بلقب الكونكا كاف الكأس الذهبية بعشر مرات وأكثر نجم بارس في هالمنتخب الحارس والقائد المميز كيلور نافاز والآن إيجاد فقرة الملعب واليوم الملعب هو استاد 974 أو 974 واللي هو بعكس رمز الاتصال الدولي لقطر وأيضا دخل في بنائه 974 حاول الشحن البحري ووحدات مستقلة من الصلب تصميمه مستوحى من الإرث البحري والتجاري لقطر وطبعا هو أول استاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ المونديال وبوص على 40 ألف مشجع ورح يستضيف سبع إمباريات حتى دور الستاش وهو الملعب المونديالي الوحيد من أصل ثمانية اللي غير مجهز بتقنية التبريد وقبل الختام لابد من التوقعات اللي حاسها رح تكون كل توقعاتي غلط لكن برشح تأهل إسباني وألماني عن هاي المجموعة وما بستثني مفاجأة من يابان تحديدا وممكن من كل سريكة وبهيك منقدر نحكي لكم إلى لقاء في حلقة جديدة ما تنسونا في الدعم ودمتم في أمان الله